تحقيق 20 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة اخذ الكلمة وكيفاش الوعي طالع بزاف هذه الجهة قلت له رفقين تماشيغي كنت قائد دي الجيش تحرير ولكن ركسه امتي في تحرر هذا الوطن من القيود ومن الخوف لانك نشوف اي واحد كان ياخذ الكلمة كنا في ميراجاناتين اياه الا وكياخذ واحد الكلمة بحرية وكأننا نعيش في واحدة دولة اللي هي فيها امكانيات الحرية وصلنا اليوم الحقيقة كنحيي رفاقنا في الفرع دي الفروع كلها دي المنطقة دي الشتوكة ايتباهوا الفروع دي الجنوب اللي كلهم اجتمعوا باش يعملوا هذا التكريم للمناضل الشامخ الرفيق بن سعيد ايتي الدر وهنا بغيت نحييي العائلة دي الصغيرة والكبيرة ونحييي كل رفاقه ونحييي كل مواطنات ومواطنين الشرفاء لعرفين قيمة هذا المناضل الفد تنشوفوا الطبيعة اليوم اغضبانا وكأنها تنتفد في الحقيقة كنت اشتكت غادي تبكي السماء على الرفيق بن سعيد ولو ان الموتع لنا حق كيف كان قوله لك الرجل بحال هذا انا ماشي دائما كيخرج بحال هذا الرجال هدو اللي هو في الحقيقة كان وطنيا والوطنية كتجري في الدماء دياله اللي اللي نحنا اليوم كنجمعوا مؤسسات بحثية باش نقوله رخصا جدوا الوطنية وخصنوا اللي هو وطنيين ونبغيوا بلادنا هده عنده حب الوطن يعني في الجينات دياله بالتواضع والهمة العالية التي تتطلب ذلك يعني كل معركة الرافق من خارط احنا عارف نوجيش تحرير وما خاضه من معارك وكان عارفه الكتاب اللي خرج ديال ايكوفيون كيفاش كيتكلم الرافق بن سعيد كنقا جيش تحرير انا داك وما تمشي الحل دياله كنا غادي نطويو الميلف ديال اقلي من الجنوبية ونكونوا حررناها بدون ان نستسلم ولا ان نبيع الوطن من اجل ان يعترف لنا يعني ذاك الرئيس او الرئيس الاخر بانه طرح ديال الحكم الداتي راه طرح جيد كنا غادي نزيدون حروا بلدنا كلها وما نقبلوش بالاستقلال المبطور اللي كان تكلم عليه الرافق بن سعيد الرافق بن سعيد ماشي غير قاد جيش تحرير ومشال المنفى ومشال ناضر في كل جهت نكلية الشرف باش نحضر معاه لا في سوريا ولا في لبنان كيفاش الناس الاخترام الكبير كيفاش كيستقبلوا قادات هذا العالم وجابوا محتل لنا الرافق نائف حواتما القائد ديال جيش تحرير كيف جال لنا يا واعترف بمغربيات سحراء لان الرافق ليش دك لان كيدير شي دماغ وجيا عنده الحجاج دامغة وغي كيشوفوه الناس كياملو كيتقول انه رجل ديالتقة ورجل رزيم رجل متكامل في تواضعه كيزيد يباندك الشموخ دياله الرافق بن سعيد كانت لنا الفرصة مشينا البلجيكا مشينا الفرنسا كانت لقاوا الناس الموين مين بينه وزدوجتين كيخليوا البواعد ديالهم كيتفرغوا كيخوا بحال هذا الرجل نخرج هذا منين نينجا بحال هذا كيدير هاد الاخلاق وهاد القيام الرافعة كنخرجوا من عندهم كيعملوا تصريحات في التلفازة ديالهم اي صنعون المغرب صحراء مغربية هادونا عسين هنا يا ما كعرفوا دك الهدية من نينجاتهم في الحين هنا كان سبعوا كيسفتوناس فاسيدين في طيارها ركبي فيها بوحدهم وانا نهار تناوسي بن سعيد خلصنا من جيبنا الطيارة مشينا وتندافعو ومكملينها بالبكاء طينا موحنا مقلمين بلادنا وكان قلوها تقعوش لنا رجلينا والرافق بن سعيد يكفي الحضور دياله بشكل شي كي يصدق والأمور كيتمشي مزيال نهار سكبلونا مشيغي مرة مرات الصفراء المعتمادين في المغرب الرافق بن سعيد مشينا الاحترام التام ودينا معنا والرافق صادقها وهنايا والرافق اليوسفي يعني المركز ديال بن سعيد الرافق بن سعيد مشيتي يتكلم ينتيج ويطلبه من المتقف أن ينتيج بش بلادنا تزيد لأنه كي أمر المجتمع العلم المعرفة مشينا شفنا الصفراء ودينا معنا ذاك الكتيب ديال اختيار التوريف قضية الوطنية في الوقت لكل شي تكالبة علينا احتم اليساريين في العالم وغيت يسمعوا تقرير مصير وبغيت يقطعونا رجلينا لا كان دائما اليسار المغربي والشخص نعترف به وضمنه الرافق بن سعيد يقول كوال صحرة مغربية ومكان في الجزائر فلوق دبوا مدين وجابوا مدين قال لهم يلا داباجوا معي البوليساريو هزوا الحقائب ديالهم شوف رساء قالوا احنا ما كنقسموش بلادنا شكون تبغيتي تكون باش غادي احنا غادي نتأمروا على بلادنا هذه بلادنا وخابوا يحكموا عنا بالإعدام احنا غادي ندفع عليها حتى الاخر قطرة في الدم ديالنا اذا الرافق بن سعيد ممشينا عند صفراء هذيك الكتاب ديال يعني الموقف التوري في القضية الوطنية مترجم الى خمسة لغات ياكا الرافق اليوسفي خمسة لغات تخطفوا الصفراء مخشيين في الكراطن وكي يزور كتيب وكي يزور كتوبة الخرين حول الصحراء حول الدور اليسار الرافق بن سعيد من حيث ويدري طابعة الحال كان يرفع راسنا كم غرباء فيما كنا حاضرين بيجدهاداتنا الرافق بن سعيد كان يوجد ندواء بجدار في المغرب كانوا غي ساهموا فيها ربعمية ديال الناس حتى بوليزاريو ديال الشاتات والعالم وكلهم مبعوثون ساميون ديال الأمم المتحدة كالغيجون لنا هو قادر يحل لأن الحل كي يكون مع التقى كي يكون مع النصدقية كي يكون مع الرجال ساد يالب الصح بشيدك الخزع بيلات ولهذا مني كان كيرفع الصوت دياله في البرلمان رابق الان ما كيش واحد ليداز في البرلمان حالو لأنه بطريقة سهلة لأنه هو هكا كدير صادق كيتكلم في الموضوع إذا القضية ديال الصحراء أنا لا أعرف ولا أدري شي واحد دفع لها كثر من الرافيق بن سعيد يعني التضحيات للجسام قضية الديمقراطية الرافيق قال صافي فرنسا زاد تفعلها وخلت لنا مشاكل والكيخص البنية والديمقراطية الرافيق بن سعيد كان كي آمن وكان كيف قالوا لفق شهدته أنه ديمقراطي فوق ديمقراطية نهار حنا كنا مع حركة عشر فبراير قلنا لا نشاركوش لأن الشعب في الزنقاء وكذا وكذا كنا لنشاركو بشرب حوق طيوات وديروا وقبل منها سبعة وتسعين أنا قاس أفضل كعيت لي يقول لي شوفي روقعت لك الزكية باش غد ترشحي في الوقت لي كانوا الخريك يبيعون زكية مئة مليون خمس مئة مليون احنا كي قيعية المناظرات ومناظرين ويدين فيهم التقاء قال لي روقعت قدوا يا رفيقنا ما عندي فلوس ما مستعدك اللي يدبرسك ايوى المناظر يخصهم يتحوا في المعركة وخصهم تنوضوا يلا هدا هدي معركة نظالية وثيروا بالفعل ترشحنا في الدائرة ودرنا حملة قدشنا يوادي نجح واحد خينا عنده ما عنده شاشة هذا الابتدائية وكيبيع القب قوبي وباقي الآن راتاتين برلماني راوما اليوم محاكمين فين حنا يا وادشيك اقولكم الطبيعة كنتمتفض طبيعة كنتمتفض مع جمش الحال حاولنا احنا نمشيو على درب الرافيق بن سعيد اليوم المشكلة لما مطروح يا كناشتو كأيتمها كين أرقان وكين ناس كتدير في لحما عشير اشكو اللي يجاب لنا خلاد الحواميد كيستفدو غيرهما والفلاحات ديانا كيموتون لنا في البيكوبات وكيتمتوح ما كيددافهم واليوم الليما ما كيشهم طليب الصندات سفولينا المدينة نمشينا وقفنا مع النزفيق كيقول لك سيرو تعييه سيرو الدولة يا اما القبع السلخ ولا تخليك تتعي انتايا تتعيا صافي شوفوا الناس الفيكيكيات كيف داروا المسيرات شوفوا والرافيق بن سعيد كان دائما امتبع وانا بغيت نحكي معكم حاجات الرافيق بن سعيد ما شغل كيوقف مع الناس بحال يداروا نفتي فنيت جاو حيث هذا العالم اليوم اسميته التفقير العام يحلوا البلاد اصحابهم يجيوا وينهبوا وانحنا لعندنا شي حاجات يحيدوا علينا اراضي السللية يجبعوها عندك شي دار يهدموها ليك احدى البحارة انت بيتي تشمش ما تشمش بيطلع الجبل مش هات المياه والغابة تاخد لك الارض وغدكة تدلح فاركة تلقب على المعادين كيف اشد شي والرافيق بن سعيد كان واقف في كل شدة وفدة وانا كان ذكر كنا في مقبارات الشهداء مقبارات الشهداء والرافيق بن سعيد ايت الدر واقف باشيد فن الرافيق دياله شفيق وكيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 皆 قد احصلني تش Arcane معي ولدات التلقىوا واشوفو هاد الراجل هذا الله يرحمه انا رفيق الله نشوف رغله مع السيبن سعيد ايت الدر وانه في الحياة ديال وانا واخت قنات هذا الراجل العظيم الاستثنائي الي في الحقيقة اعني لكي نعطي الحياتي معناه باست حياة والخدمات والريد Für�려 الأيمان وشرباء الإيمان والمعيسة. الإنكيف يعرف الظلم. إذن رفق بن سعيد شيء آخر ميزة أخرى لي لم ينبقى. أنه يفهم من أخلاق صدقا حتى يفهم من الأخلاق صدقائيا التوحيد للغاية أن يقلق عدالة اجتماعية ومجتمع العيب. ولكن هؤلاء كان يدخلون السياسات الفاسيدين. هذي الناس ما بقوش كعرفوا شنية الأخلاق وليهذا أنا كنقول إلا الرافق من السعيد نجح لأن تنتو مناشحين وتنتو ما تقتوف هذا الرافق من السعيد وهذه العائلة الشريفة وأنه كل واحد تحمل سوريته والناس ناضط تبحث عن السياسة وناضط تبحث شنو كاين وحتى الرافق طلع للقبات المرلمان بالهلي تبتون شي واحد لأنهما كانوا دالي العراقين باش ما يطلع شي واحد ورغم ذالي كما القف كيدروا لي باش ما يطلعش في ذاك 84 وهذيك طلع دياله ياريت أن تدرس في المدارس للشباب باش عودين خارطوا في السياسة بنوبلها وأخلاقها وشي بكل يوم أنه يجي إذا أنا بنسمالي جوج كلمات اللي يخليك رافقي إلى سبحتي بيا دخلينا رافقنا بلا مونيب تتذكر أنا بغيت غير قول جوج كلمات لما منزج أنه الرافق من السعيد كان فاهم بأنه أمان هذه الغطرسة لها النظام العالمي حتى أخصتنا نتكتلق ونبنيه المغرب الكبير مغرب كبير ديمقراطي ونكونوا فيه متضامنين الرافق من السعيد كان إلى جانب كل قضايا العادلة وكيف تكن المنرفة إلى جانب القضية الفلسطينية ومعمره ما كيقبل مشي تطبيع مع الكيان الصهيوني وكيقول بأنه القضية الفلسطينية أكبر قضية ظلمك يمكن نعيشها وخص نكونوا إلى جانب إخواننا حتى لماذا لا يكون فهم بأنه لا يتضامن معه لأنه قليد يتضامن معه لا يتضامن معه لأنه لا يتضامن معه لأنه لا يتضامن معه لأنه لا يتضامن معه تحية علي لروح فقيدنا الغالي الشامخ وكأنه يقول بأن الرافق من السعيد دائمين وطن ونحن نتبعو طريق باش نفرضه على النظام وحتعاقد والشماعي جديد وأنه تكون هناك قطائع مع النهب ومع الفساد والاستبداد وأننا نتقدمه وبهذا الاتجاه من سوش الدور للعب ورافقنا في دعم الحراكات الشعبية كلها وعلى رأس الحراك الشعبي ديال الريف ومطالبته بالإفراج على المعتقلين ديال الحراك الشعبي ديال الريف وعلى الصحفيين وعلى المدونين فلروحي الزكية أزكى السلام وأطيب السلام من مسقط رأسه وتحية عالية لعائلته ولمحبيه ونحن نبقى على العهد سائرون وشكرا لكم شكرا كان ينطر من قلب الصدر كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة